سجلت حول العالم درجة حرارة قياسية خلال شهر أبريل وفق ما أظهر تقرير حديث صادر عن مركز كوبرنيكوس الأوروبي اليوم وذلك رغم تراجع ظاهرة النينيو التي تساهم في زيادة الاحترار مشيرا إلى أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشر يؤدي إلى تفاقم ظواهر المتطرفة وأوضح المرصد رغما أنه أمر غير معتاد فقد سجلت أو سجلت في السابق سلسلة من درجات الحرارة الشهرية القياسية في 2015-2016 واجتحت الكوكب ظواهر مناخية متناقضة في أبريل مثل الفيضانات وموجات الجفاف هذا وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في مارس من أن هناك احتمالا كبيرا بأن يشهد عام 2024 درجات حرارة قياسية في حين اختتم عام 2023 أو اختتم عقدا من الحرارة القياسية